راين رودني رينولد وهو ممثل ومنتج وكاتب أفلام وتاجر كندي ولد في 3 أكتوبر سنة 1976 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 45 سنة أبوه جيمس تشستر كان يشتغل شرطي ضمن الخيالة الملكية الكندية ولاحقا لما كبر وتقاعد قرر أنه يفتح بزنس خاص فيه في مجال المواد الغذائية وأمه هي تمارلي وتشتغل برضو في مجال المبيعات أو كانت تشتغل في مجال المبيعات راين رينولدز يا جماعة هو الأخ الأصغر لأربعة أخوان أكبر منه اثنين من أخوانه يشتغلوا في مجال المحامة والقانون وأخوها الثالث مسك نفس الطريق اللي مشي فيه والدهم وصار شرطي ضمن الخيالة الملكية الكندية والرابع للأمانة مدري ويش وضعه بس أمور عائلتهم في السليم تدري ويش المضحك؟ نقول لكم أنه راين رينولدز هو الأخ الأصغر لأربعة أخوان المشكلة أنه في ناس إلى يومنا هذا ما زالوا مقتنعين مئة بالمئة أنه راين رينولدز عنده أخ توأم ولو تبحث في جوجل راح تلقى ناس يسألون بشكل متكرر هل فعلا راين رينولدز عنده أخ توأم؟ السؤال ذا متكرر بشكل كبير طيب ليش يا وجيه؟ السبب يرجع يا عزيزي الوجيه لأنه في سنة من السنوات وإلى تاريخ مرة قريب راين رينولدز قاعد يسوي مقابلات مع نفسه على اليوتيوب يلبس ملابس مختلفة ويسوي لقاء مع نفسه ويقول لهم أنا بسوي لقاء مع أخوي التوأم المشكلة مش هنا؟ المشكلة على قدمة أنه واضح أنه هذا راين رينولدز قاعد يسوي لقاء مع نفسه إلا أنه في ناس مصدقين أنه عنده أخ توأم وما زالوا يبحثوا في جوجل هل راين رينولدز عنده أخ توأم؟ ولا لا حاجة غريبة بس تحصل راين يا جماعة دارس وحصل على تعليم جيد إلى حد كبير بل أنه قدر يتعلم اللغة الفرنسية ويتحدثها بطلاقة ولكن في طفولته كان جدا جدا شقي ومزعج وراح مصايب مرة من المرات سرق سيارة من مدرسة وهرب فيها ولما مسكو قالوا له أنت صاحي إيش بك تسرق السيارة؟ قال لهم أبريل فولز كذبة إبريل بل أنه انطرد من المدرسة بسبب كذبة إبريل الضريفة تبعه هذه وانتقل إلى مدرسة ثانية ومر صدمته سيارة وهو صغير ولكن الحمد لله ما صار له شيء وكان يسحب على الباص حق المدرسة اللي يجيه إلينا البيت ويروح يركب مع باص ثاني لمدرسة ثانية والسبب ليش؟ مش لأنه هارب من المدرسة أو لأنه ما يبغي يروح مدرسته أو مدرسته مع عجبته لا لأنه البنت اللي كان يبغى يتعرف عليها أو أنه كان معجب فيها كانت تركب في هذاك الباص بسيطة الحياة عند راين رينولدز الأمور طيبة ليش تروح مدرستك؟ روح مدرسة ثانية حتى لو أنت مسجل فيها وكان يدخل السينما من تحت لتحت علشان يحضر أفلام للكبار فقط الولد كان فيه كمية شقاو وهو طفل يا ساتر على كل حال راين رينولدز يا جماعة من يوم كان طفل صغير وقع في حب التمثيل وكان يحب يمثل بل أنه أول دور حصل عليه لما كان عمره 13 سنة بس وجلس يمثل في بعض الأعمال التلفزيونية والإعلانات التلفزيونية والمسلسلات البسيطة ما رح أقول لكم أنها أعمال مرة كبيرة ولكنها للأمانة ما أضافت له أي شيء سوى الممارسة والخبرة البسيطة أعمال إما فاشلة أو أعمال منسية وما لها قيمة كبيرة والأعمال البسيطة هذه والتعبانة أو العادية اللي شارك فيها راين رينولدز جابت له نتائج غير إيجابية وهذا الشيء أثر عليه نفسيا وحس أنه لا أنا ما يصلح أصير ممثل لازم أني أترك التمثيل وأشوف لي حاجة ثانية واضح أني ما رح يزبط معي التمثيل وقتها لسه بزر عمره 13 أو 15 سنة الله يا حبيبي بالفعل ترك مجال التمثيل وقال خلاص أنا ما ليرجع العالم التمثيل مع السلامة خليني أرجع ركز في دراستي وأمري لله مش الحال إليه نوصل الثانوية وقال اسمع خليني أجرب نفسي في فصل الدراما لعلها تصبط معي وأرجع إلى عالم التمثيل ولكن الصدمة والنيلة المنيلة ب60 نيلة إنه فشل في دروس الدراما أو فصل الدراما وزاد إحباطه فوق ما كان محبط خلاصة الكلام إنه كمل دراسته ودخل الجامعة وفي أول كم سنة جامعة سحب وقال يا حبيبي بلا دراسته بلا بطيخ أنا خليني أروح أشتغل ولا دور لأي وظيفة وخلاص ولا يا حبيبي بالفعل يترك الجامعة من هنا ويروح يشتغل في سوبر ماركت ما جلس أسبوع ولا جلس شهر ولا جلس سنة جلس سنتين كاملة راين رينولز يشتغل في السوبر ماركت الحلو في الموضوع إنه كان يجمع فلوس وكان حاط هدف إنه ربما ألقى فرصة مستقبلا أو إني أزبط وضعي بأي طريقة وأخرج من هذه السوبر ماركت خلال هذه الفترة قابل راين رينولز الممثل كريس ويليام وصاروا أصدقاء وكان بينهم تناغم جدا جميل قال له كريس اسمع راين أنت ممثل وسبق ومثلت وتمثيلك مرة ماهو سيء يا أخي كل المقومات اللي تخليك تقدر تصير ممثل موجودة عندك الخبرة موجودة وما شاء الله عليك ما بك شي ولد وسيم وجسمك كويس لازم ترجع إلى عالم التمثيل إيش اللي مقاعدك في السوبر ماركت أنت صاحب لوم شنطتك وجيبه الكم قرش اللي جمعتها من السوبر ماركت هذه وترى أنا ماشيين هوليوود أنا وانت أنا مؤمن فيك وما زال عندك فرصة للتمثيل بس خلينا نخرج من المدينة دي ونمشي إلى هوليوود والله وبالفعل راين رينولز أقتنع بالكلام هذا وقال يلا أنا ويشوا راين على أساس أني بترك وظيفة في جوجل سوبر ماركت يا عمي ماشينا وقتها راين رينولز كان عنده سيارة جيب شغل سيارته أخذ صديقه حط شناطه فيها وانطلقوا إلى هوليوود لما وصلوا إلى هوليوود هتفاجأوا أن الإجارات غالية يا ويلي وين نسكن وين نعيش لا لا دور لنا فندق رخيص يا ولد والله بالفعل يدورون يمين يسار إلى أن لقيوا فندق رخيص في أحد مرتفعات لوس أنجلوس أو هوليوود وصلوا بالسلامة وقف راين رينولز سيارة الجيب أسفل الفندق وطلعوا عاشوا أمورهم طيبة في هذا الفندق مرت الأيام يا حبيبي وفي يوم من الأيام صحي راين رينولز الصباح نازل من الفندق راح يشغل سيارته ويبغي ينطلق في هوليوود يبحث عن فلوس للتمثيل الصدمة مش هنا راين ما لقي سيارته موجودة عند الفندق عحيه اتسرقنا يا ولد وإن راحت سيارتي أنا متأقد أني موقفة هنا وانطست رجع عند ريسيبشين قلهم يا جماعة سيارتي ما شفتوا سيارتي الجيب اللي كانت واقفة عند الباب هو أنت صاحب السيارة ذيك الله ربي جابك صراحة ما ندري كيف نفتح الموضوع معنا الله يا حبيبي وحنا جالسين كده عند باب الفندق فجأة لسيارتك قررت تمشي كده دحدرت من نفسها طق وصارت تنزل نزلت من النزل هذه وتقلبت ما وقفت إلا في آخر الشارع فالله لا يهينك لو تطالع كده من الفندق بتلاقي الناس متجمعين عنده هناك أسفل فروح شوفها إن شاء الله أنها كويسة تمشي الأمور أخذت لها كم قلبك كده طاحت منها أشياء كثير بس روح شوف إن شاء الله أنها بخير رأينا عطاها سبرينت ونزل إليه عند السيارة وتفاجأ إنه سيارة تكسرت وحالتها حالة لا أبواب ما في أبواب الأبواب تخلعت الصدى ما تلب الخير الكشفات شي موجود وشي لا المرايات الله المستعان القزاز الله يعوض وخير سالولد مطفر ما في فلوس هو وصاحبه يا دوبك هذه السيارة اللي معاهم أبيعها ما بتجيب فلوس أصلحها من وين لأمي فلوس أنا إيش أسوي والله يا حبيبي راح جاب له سطحة تعال بالله أنا عندي سيارة مقلوبة هنا باقي تعديليها خليها على كفراتها بس جال وينش يا حبيبي عدله السيارة وقفها على أربع كفرات شغل السيارة راين والله شغالها حطها في الدي ومشي تقول يا السلام خير وبركة نحو مشي نفسي بالسيارة هذه لين يفرجها الله يا بوي أنا من وين لي فلوس والله يا حبيبي بالفعل أربع شهور كاملة قضاها راين رينولز لفلفة في هوليوود يبحث عن فرص للتمثيل بسيارة من دون أبوابه من دون قزازه حالة حالة والله يا حبيبي بالفعل مع اللفلفة والبحث والإصرار والتقدم قدر راين رينولز إنه أخيرا يلقى أول فرصة له في التمثيل في هوليوود وبطبيعة 99% من الممثلين ما كانت بداية راين رينولز كويسة في عالم التمثيل بعضها كانت مجرد حلقات بسيطة بعضها مجرد إعلانات بعضها مجرد أفلام جدا تجارية وسيئة وتقييماتها منخفضة ولكن كانت دخلة كويسة له خلاص دخلنا في عالم التمثيل والناس بدأت تطلبني الأمور كويسة وغير سيارة الجيب بعد فترة طبعا حيقعد يمشي بسيارة من دون بوابه مرت الأيام يا حبيبي وقدر راين رينولز إنه يحصل على دور في مسلسل اسمه Two Guys المسلسل هذا أول موسم نزل منه أعطوه أعطوه على راس النقاد والجمهور والشعب كله كان موسم أول مضروب وبداية غير موفقة لراين رينولز في عالم المسلسلة كان من بطولته والولد مبسوط وهو أخيرا مسلسل من بطولتي ورح أثبت نفسي في هذا المسلسل ورح أنتشر أكثر إلا الموسم الأول يا حبيبي طلع خربوطه راين رينولز بغي نجلق أنا حعتزل مرة ثانية ولا كيف شكلها ما بتزبط معايا يا ولد ولكن بطريقة ما شركة الإنتاج قالت لا إحنا يا حبيبي حنمدد هذا المسلسل إلى موسم ثاني ولو بالفعل الموسم الثاني عالجوا الأخطاء اللي فيه وحسنوا الكتابة وطلعت أموره في السليم ونجح إلى حد ما ما أقول لكم أنه ضرب ولكن صار أفضل من أول بكثير وكان هذا بمثابة انتصار وانفجار بسيط لراين رينولز وبدأت تجيه فرص أكثر بعد مشاركته في هذا المسلسل على كل حال يا جماعة راين رينولز شاف أنه مجال الكوميديا جدا مناسب له هو الولد أصلا بطبيعة وكذا كراين مره رهيب وخفيف دم ويحب ينكد دايما ومعظم الأدوار اللي تجيه أصلا يكون متماشية مع شخصيته كوميديا حتى لما تجي أفلام ماهي مصنفة كوميديا لابد ما يقدم كده دور شوية ضريف وماهجات أو أقل جديا زي أداؤه لشخصية هانيبال كينغ في فيلم بلايد سنة 2004 الفيلم ما كان مصنف كوميديا ولكن كانت شخصيته فيها شوية ضرافة والعلمكم بسبب أداؤه لشخصية هانيبال كينغ في فيلم بلايد سنة 2004 قدر أنه يحصل على دور ديد بول في المستقبل وعلى كل حال جماعة راين رينولت لما شاف أنه مو بدع في مجال الكوميديا أو أنه هذا المجال هو الأقرب إلى شخصيته في الواقع قال يا عمي خليني يشتغل على هذه الجزئية بلا دراما بلا رومانسية بحت بلا بطيخ وين حروح أنا يعني حاجيب أوسكار بكرة ولا كيف خلينا على الكوميديا وخلينا على الاستضراف طالما أنها تجيب لي فلوس هذا اللي يهم والله بالفعل يا حبيبي مسك خط في مجال الكوميديا ولعب في أدوار كثيرة طول مسيرة المهنية تقريبا من وسط التسعينات وإلى 2008 وهو يهبد ويضرب في الأفلام هذه الكويس والزين والشين والخايس وفي سنة 2009 قدر أنه يوصل إلى عالم مارفل وفوكس السينمائي في شخصية جدا جدا مناسبة له وكانت شخصية ديت بول في فيلم X من Origins Wolverine الفيلم أصلا ما كان مركز مرة على شخصية ديت بول بل أنه كده قدمها بطريقة جدا سيئة وفي ناس كثير قالوا أنه هذاك الفيلم أساء لسمعة ديت بول بشكل لم يسيء له أحد ولكن راين رينولز من ناحيته قدمت دور بشكل ممتاز وكان مناسب لشخصية راين رينولز تحس أنه ديت بول كان مفصل لهذا الممثل المهم يا حبيبي في سنة 2011 وصل لراين واحد من العروض اللي كان يفترض أنها تكون من أفضل العروض في فيلم DC Green Lantern أنا ليش قلت لكم مفروض يكون من أفضل العروض لأنه شخصية Green Lantern شخصية مرة قوية وقصتها وقوتها الخارقة ومرة رهيبة وفخمة وراين رينولز للأمانة يعني حاول وسوى اللي عليه بس المشكلة الفيلم تعبان من ناحية الكتابة من ناحية الإخراج من ناحية أنه DC يلا يعوضهم خير بل أنه هذاك الفيلم انجلد من النقاد والجمهور إلين قال آمين وأكلوا على رازهم والتقييمات وصلت في موقع ام دي بي إلى خمسة من عشر بل أنه راين رينولز صرح وقال أنه ندمان أشد الندم أنه اشتغل في هذاك الفيلم غير أنه قال أصلا أنه كان فيه بينه وبين المخرج مشاكل طول فترة التصوير ولكن راين رينولز يا جماعة ما طلعوا يدينه فاضي من هذا الفيلم أبدا صح أنه أكل على دماغه وانتقدوها العالم إلين قال آمين والفيلم هذا خلى الأدوار تقل اللي تجيه ولكن راين رينولز في فيلم غرين لانترن قابل حب حياته وزوجته الحالية ياب عزيزي الوجيه راين قابل الممثلة والعارضة بلايك لايفلي في فيلم غرين لانترن ووقع في حبها أثناء تصوير هذا الفيلم وبعد سنة مباشرة تزوجها وخلف منها ثلاث بنات وما زال هو وياها إلى يوما هذا عايشين في سبت ونبت ولكن علشان تكون في الصورة عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة هذه مش أول زواجة لراين يتزوج قبلها مرتين ولعل أهم زواجة قبل هذه كانت من الممثلة سكارلت جونسون يعنيها راسوة سكارلت جونسون ما غيرها يا وجيه بلاك ويدو ياب بلاك ويدو ما غيرها تزوجها سنة 2008 وطلقها سنة 2011 ما ينفع ديبول بلاك ويدو ما يجون مع بعضه في تضارب في المصالح في تضاوم المهم يا حبيب انه مرت الأيام والحلم انهدم ولو ندمت الحين شي فيد الندم واستمر راين رينولدز في تقديم أدوار كوميدية في أفلام كثيرة معظم أفلام وللأمانة كانت أفلام تجارية أفلام يجيب من وراها فلوس وهو كان مبسوط ما يدور ورا أوسكر ولا يدور ورا أي خرابيط فيه فلوس؟ هذا اللي هم ولكن مع الوقت بدأت سمعة راين رينولدز تنخفض طالب بدأ يقل عليه الأفلام التجارية بدأت تكثر عليه يا ولد لازم أرجع لهوليوود كيف كذا؟ أنا قاعد أخسر سمعتي بسبب الأفلام اللي قاعد أوافق عليه هذه أوكي أنا ما أبغى أمثل له كوميديا بس أبغى أمثل في شيء نظيف على قل مرت الأيام يا حبيبي وجاءت سنة 2015 ووصل لراين أهم دور له في مسيرة كلها لحد يقول لي أنه فيه دور لراين أهم من هذا ما فيه أصلا راين رينولدز كان يتمنى يقدم دور ديدبول من زمان فلما جاله فيلم خاص بشخصية ديدبول وقصة منفردة لها ومن بطولة الشخصية قال لهم يا سلام جيتوا في وقتكم تعالوا يجب أحتاجكم تعالوا أبغى أرجع إلى هوليوود اسمي بدأ ينطمس يا ولد والله يا حبيبي ويطالع في الفيلم الكتاب كويسين المخرج كويس شركة الانتاج حلو الميزانية ممتاز يا سلام كل شيء ممتاز في هذا الفيلم ولكن بعد ما وقع العقد وكل شيء كان تمام شركة فوكس صارت لها مشكلة مع كتاب هذا الفيلم هم ثنين اللي كتبوا فيلم ديدبول صارت مشكلة مع هذول الكتاب وشركة فوكس وشركة فوكس قالت يا حبيبي فلوس ما فيه ما لكم شي عندنا أنا منعرف إيش المشكلة بالضبط ولا بحثت عنها للأمانة ولكن اللي أعرف ومتأكد منه إنه راين رينولس من كثر ما كان متحمس لتقديم شخصية ديدبول ومن كثر ما كان متحمس لفيلم ديدبول راح جلس مع الكتاب وقال لهم تعالوا يا جماعة أنا أعطيكم فلوسكم فلوسكم عندي هذا شيك يا حبيبي برواتبكم كاملة ولو تبغون أكثر من عيون الثنتين بس الله يخليكم اكتبوا الفيلم مضبوط كملوا الشغل مضبوط رتبوا لنا السيناريو نبغى فيلم ديدبول لما ينزل الكل يتكلم عنه ولكن مني أنا كراين رينولس أفتح حسابات في السوشال ميديا كلها وأسوق لهذا الفيلم علشان نضمن نجاحه بس اكتبوا لي يا مضبوط الله يخليكم الله يا حبيبي بالفعل الجماعة اشتغلوا على الكتابة ومشت أمور الفيلم وكل شي كان تمام وراين رينولس نفذ وعده وراح فتح حساب في تويتر وفي الانستجرام وقناة في اليوتيوب وصار يسوق لفيلم وشخصية ديدبول بكل ما أوتي من قوة يسوي لقاءات مع نفسه يسوي مشاهد قصيرة يسوي إعلانات ينشر صور وبوسترات مش لشيء بس الآدمي كان مؤمن بهذه الشخصية ومرة يحبها وعارف إنها هي اللي راح تعطيه حقه ومناسبة جدا لشخصيته في الواقع بل إنه الفيلم كمان تم تصنيف للكبار فقط يعني الكتاب فلوا أمها سووا مشاهد دموية وعنيفة وتقطيع وتكسير ومشاهد جنسية كمان أكثر من اللازم والله يا حبيبي يجهز الفيلم وينزلوا في السينما بوم يفجر أم شباكة تذاكر ما الآدم يقاعد يسوق له ليل النهار وبوم يفجر أم التقييمات والمراجعات وياخذ تقييم ثمانية من عشرة أحيه والإيرادات تجاوزت السبعمائة مليون دولار حول العالم ينهر أزرة بس بس يا حبيبي الفيلم هذا لازم ينزله جزء ثاني ما فيها كلام راين رينولدس فالأمها شركة الإنتاج فلت أمها الكتاب فلوا كل العالم فالأمها على فيلم ديتبول الأول فيلم جدا رهيب واستمتع فيه معظم اللي تابعه وبالفعل راين رينولدس بعد فيلم ديتبول رجع للساحة بقوة وبدأت تكثر عليه الطلبات وبدأ يرتفع سعره وجاءت سنة 2018 ونزل الجزء الثاني من فيلم ديتبول ولكن هذه المرة راين رينولدس شخصيا شارك فيه كتابة الفيلم مع الاثنين من الكتاب أكتب الفيلم من هنا صوروا من هنا وتسويق على السوشيال ميديا يا حبيبي إيلين داخ أكتب في اليوتيوب ديتبول شورت فيلم وتفرج يا إنه سوق لهذا الفيلم راين رينولدس إيلين داخ قاعد يعامل شخصية وفيلم ديتبول كأنهم حقه كأنهم ملكه وينزل يا حبيبي الجزء الثاني ويضرب لك شباك التذاكر ب700 مليون دولار وزيادة والتقييم كمان 7.7 من 10 يا سلام فاللي بقول لكم يا جماعة شخصية ديتبول أضافت لهذا الإنسان قيمة جدا عالية صاروا يقولوا راين رينولدس هو ديتبول هذا ما نعرفك إلا في هذا الفيلم بالله إنسوا الماضي يا جماعة ما يهمنا إلا هذا الفيلم مشت أمور راين للأمانة بعد شخصية ديتبول أو بعد فيلم ديتبول وفي سنة 2021 شارك في فيلم فري قايف واحد من أرهب الأفلام الكوميدية والخيالية اللي قدمها راين يتكلم عن شخصية موجودة داخل لعبة بطريقة ما يصير عندها وعي وتبدأ تفكر وتتساءل عن سبب وجودها داخل هذه اللعبة فيلم غريب عجيب ومضحك ورح تستمتع فيه أكثر لو إنك راي يلعب وبس والله يا جماعة هذه تقريبا أهم الأشياء اللي حصلت في حياة راين رينولدس الشخصية والمهنية ولعل أهم الأفلام القادمة لراين رينولدس حاليا هم فيلمين فيلم الجريمة والأكشن والكوميديا تبع نتفليكس ريد نوتس وراح يمثل معاه في هذا الفيلم دا روك وقال قودت وبرضه من أهم أفلامه القادمة رح يكون فيلم ديتبول الجزء الثالث واللي إلى الآن ما في أي تاريخ رسمي متى رح يتم إصداره ولكنه غالبا في السنتين القادمة وأخيرا ثروة راين رينولدس يا جماعة تقدر بحوالي 150 مليون دولار أمريكي وهو أحد ملاك شركة اتصالات اسمها منت موبايل وكمان شريك في أحد شركات بيع المشروبات الكحولية إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو وأعطيكم معافي يا جماعة المشاهدة شاركوني أفلامكم المفضلة لراين رينولدس في صندوق الوص لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وبرضو شيكوا على قناتي الثانية الخاصة بالألعاب راح تلقوا رابطها موجود في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة